اختتمت أمس جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني والتي تطرقت للعديد من الملفات من بينها التعليم والأسرة وعلى همش الجلسات أكدت دكتورة رندا مصطفى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أنه سيتم وضع معايير لعضوية المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لضمان فعليته طبعا الليحة التنفيذية للقانون لازم هتحط المعايير دي أن يكون فيه سابقة أعمال وأنه هو يكون يشتغل قبل كده في تقييم التعليم وأن عنده سنوات من الخبرة وممكن أو يكون عنده بحث علمي في هذا النطاق يعني ممكن نحط معايير كويسة جدا لكن الحقيقة النهاردة أنا أصريت أن احنا نفتح البرجل شوية نفتح البرجل يعني نبص على علمائنا في كل مكان